المعركة اللي تواجه فيها جبريل عليه السلام والإبليس إبليس نفسه اللي عرشه على الماء نعم هو معركة شرسة جدا بالرغم من إنه أعداد المسلمين فيها كانت قليلة جدا في ليلة المعركة نزل النعاس مع المطر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجثث وقعد يتكلم مع الجثث الموقف اللي خلى الصحابة تقشعر أجسادهم يتكلم مع الجثث معركة اليوم هي معركة عظيمة سميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل هي أول نصر للمسلمين خلت في هيب للمسلمين بين القبائل العرب رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام بإنه يهاجر إلى مدينة فيها نخيل كثيف فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنها يثرب أي المدينة المنورة حاليا بدأ النبي يخطط بالهجرة إلى يثرب فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى في يوم جاء حجاج من يثرب إلى المدينة المنورة كانوا زمان المشركين يحجوا كان عددهم ست أشخاص فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا رجعوا إلى يثرب وجابوا معاهم عشر أشخاص من الأوس والخزرج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ورجعوا للمدينة ونشروا الإسلام فيها وعلموا الناس فيها إلى أن صارت الإسلام هي الأغلبية في يثرب فجاء الوقت المناسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى يثرب جاء دور إبليس لأول مرة فتشكل على هيئة أعرابي وعطاهم رأي إنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر كان موافق عليها أبو جهل ولي معهم خططوا في ليلة إنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبس عرف النبي صلى الله عليه وسلم خطتهم اتفقه علي إنه علي رضي الله عنه ينام في فراشه وحصل اللي حصل وهجر نبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعدد كبير من الصحابة إلى يثرب ولما وصلوا المدينة وتركوا أموالهم وأملاكهم قريش قررت إنها تأخذ أموالهم وأملاكهم والتاجر فيها بالشام بعد ما عجزوا إنه يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خلينا نأخذ غراظهم أرسل سيد من سادة قريش كان من أذكى رجال قريش وأشدهم حنكة وذكاء أبو سفيان بقافلة إلى الشام كانت طبعا هاي القافلة تحمل أموال المسلمين من شدة رفعته وكبرياءه قال ما بدي حرس يحرس معاي القافلة قال بدي بس أربعين شخص وأربعين شخص يعني قليل إنهم يحموا قافلة كاملة وذلك استهزاءا بالمسلمين وقوة المسلمين وضعفهم في ذلك الوقت فلما وصل خبر القافلة للنبي خرج هو الصحابة كانوا تقريبا ميتين شخص لكنهم كانوا قد أخروا القافلة كانت صالها أيام ماشية في سنة اثنين هجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله عشان يتأكدوا إن القافلة رجعت من الشام ولا بعدها انطلقوا إلى منطقة تسمى الحوراء وشافوا قافلة أبو سفيان بس اللي ما كانوا يعفوه أن أبو سفيان كان حاط مناطق مراقبة علشان يشوف إذا في حدا بتتبع بالقافلة رجعوا للمدينة وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جهز جيشه لاعتراض القافلة قال النبي اخرجوا يعني لعل الله يرجع أموال المسلمين لهم بس ما أوجب على الصحابة إنهم يخرجوا لأنه الموضوع كان مجرد اعتراض لقافلة والموضوع بسيط هذا تجاهز خفيف يعني سيف أشياء بسيطة يعني تقريبا كانوا 319 رجل لكن اللي ما كانوا يعرفوه أنه تحول إلى أعظم معركة بالتاريخ كان معهم فارسين المداد من الأسود والزبير من العوام قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى مجموعتين مجموعة مهاجرين ومجموعة الأنصار وكل واحد ورأيه يعني كان معهم 70 من البعير يأكلوا منها ويركبوا عليها يعني تقريبا كانوا كل ثلاث أشخاص على بعير واحد وصلوا إلى منطقة تسمى بيوت السقية وعسكروا هناك وما كانت بعيدة عن المدينة ما طولوا المسافة وبعض الصحابة رجعوا للمدينة إما لصغر سنه كان فيه يعني كثير من الرجال من الصحابة سنهم صغير كثير بعضهم تعبوا أسباب عادية والنبي يعني سمح لهم لأنه مجرد كان مجرد اعتراض قافلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة اتجهوا لبدر علشان يشوفوا وان صارت القافلة عند المسلمين جاء واحد من المشركين كان معروف أنه فزيع يعني يفزع معروف أنه يعني فزعات وشغل فزعات والسوالف فصار يقول للمسلمين أنا بدي أوقف معكم بدي أحارف معكم ضد قريش فعجب الصحابة بشجعتهم فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فاجأ الصحابة إنه قال لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعينه بمشرك فالمشرك هذا ما استسلم حاول مرة ثانية وثالثة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يعني ما في تفوت معنا بالجيش إذا أنت بش مؤمن المرة الثالثة قالوا أمن بينك رسول الله وأمن بين الله لشركة له تستبشر الصحابة لأنه كان شجاع يعني بدي أوقف مع المسلمين ضد قريش المسلمين كانوا أقلية نرجع الآن للصحابة الاثنين شافوا القافلة جاي من بعيد فانطلقوا للنبي عشان يعلموا إنه القافلة هيها قربة تصل بس أبو سفيان وقف ضعيد ونزل بنفسه يشيك يشوف إذا في حدا بتتبعه أو لا بس ما لقى حدا يعني فعليا ما لقى حدا ذهب لأهل بدر وسألهم قالوا له أنه كان فيه اثنين لكن ما نتوقع أنه وراهم إشي ففرجون مكان اللي كانوا فيه وكان فيه مجرد روث خيل فمسك هذا الروث بيده وقعد يفتفت فيه ولقى فيه نواء نواء يعني اللي هو بذر تمر بذر تمر للناس اللي مش عارفة يعني وعرف دغري أنه هذا روث خيل لأهل المدينة أشوف ذكاؤه يعني عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم رح يعترض القافلي فقط من روث الخيل شوف ذكاؤه يعني فقعد يصيح وينادي أرسله ظنظم ابن عمر يستنجد قريش فوالله عيون محمد علينا وأنه ناوي على القافلة أبو سفيان حول القافلة إلى منطقة ساحلية وظمظم ابن عمر دخل المكه وهو راكب الخيل على قفاه وكان مشقق ملابسه وجه ينزل دم قبل ما يفوت مكه قطع إذنه فوجهه تعبى دم عند العرب قديما نركوب الخيل على قفاه وهذا يعني الاستنجاة لكن تمزيق الملابس وأنه داخل وجهه مليان دم هذا مبالغا من ضمضمة سمع النداء أبو جاهل أبو جاهل سمع النداء ركبوا الخوف وقال وقال هذا يومك يا محمد والله ما نرجع إلا براسك بعد اللي سواه جهزوا دفوف الحرب وبدأت أصوات القيان ترتفع وجهزوا جاش من 1300 رجل مججين بالأسلحة وكان معهم 600 درب يعني عزموا الأمر إنهم ما يرجعوا إلا براس محمد أبو سفيان لما السأمن وعد منطقة الخطر رسل قيس إلى مكة وقالهم إنه القافلة نجت والأمور طب بالطب بس سعدت وريش رفضوا تراجع لأمر من راس أبو جاهل عار علينا نرجع بعد اللي سواه محمد قد ما عرفوا إنه جيش المسلمين بس 300 رجل كيف إنه إحنا نرجع يعني من الكبر وإحنا 1300 وهم 1300 كيف نرجع دق طبول الحرب كان معهم 100 فارس و100 من الإبل طبعا الفرسان لما يكون بالحرب فرسان يعني هذا إشي قوي جدا يعني يدل على قوة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بدر وعارف بأمر قريش الأمر خرج من أيدي الصحابة والأمر صار كبير ولكن الصحابة كان فيهم نوع من الخوف يعني كانوا خايفين مرعوبين يعني الجميع كان متوتر وخايف لأنه عداد المشركين كبير ومجهزين ومتججين بالأسلحة والمسلمين كانوا يعني تجهزهم بسيط بس بعض السيوف والدروع يعني كانوا فكرين الموضوع بس إنهم بدوا مروحوا يعترضوا قافلة أول ما وصلوا كان في بير يستسقي منه شاب أسمر ويسقي قريش ما سكوا الصحابة قالوا له تعال جاي كم عدد قريش قال لهم والله كثير والله كثير بأسهم شديد فالصحاب ضربوه رجعوا سألوه كمان مرة قال لهم نفس الكلام الصحابة ضربوه لأنه فكروه بحاول يخوف فيهم فأخذوا للنبي النبي قاعد يتحاور معه لكن نفس الكلام يعطيه فالنبي يشوف الذكاء سأله كم من الإبل يذبحون كل يوم فقال له عشرة فالنبي قال للصحابة عددهم ألف واضحة الصحابة قالوا له كيف واضحة كل إبل عليه مئة شخص فعليا كان عددهم ألف لأنه في ثلاثمائة واحد رجعوا لما عرفوا أنه قافلة أبو سفيان رجعت سليمة وما فيها إشي فجأة في ليلة المعركة برق ورعد وبلش ينزل المطر والصحابة كلهم مجتمعين تحت شجرة وخايفين والنبي وقف في وسط المطر قاعد يدعي قاعد يدعي قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة قال له له والله لو تخوض بنا البهر لاخذناه معك والله ما نتركك وما نفعل فعلة موسى بموسى لما قالوا له اذهب قاتل أنت وربك إنها هنا قاعدون فقاعد يتشاوروا فأشار الحباب بن المنذر على النبي بأنهم يردموا كل الأبيار من بدر كان فيها أبيار كثيرة ويخلوا بس البير اللي عندهم وبالمعركة يحطوا وراهم ويصير قريش يحاربوا على العطش يعني يحاربوا عشان يشربوا مي وإحنا نحارب عشان العقيدة طبعا كل خايف فجأة بدأ النبي يوري الصحابة أماكن جثث سادة قريش يقولهم هاي هون جثث فلان هاي هون جثث فلان هاي هون جثث فلان فالصحابة استبشروا قدام إنه النبي والموضوع من عند الله يعني خلص أمور يعني مضمونة خلص جاء وقت النوم والكل مصحصح كل خايف متوتر وما حدا قادر ينام يعني بكرة معركة شرسة بكرة موت أغلبنا بكرة رح يموت كيف رح يناموا يعني فأنزل الله سبحانه وتعالى مع المطر النعاس جاء وقت النوم والكل مصحصح بكرة يعني معركة شرسة بكرة أغلبنا رح يموت فأنزل الله سبحانه وتعالى النعاس مع المطر وناموا وهم مرتاحين ترجمة نانسي قنقر